في الوقت الذي يرفض البعض القرار الحكومية الأخير بمنح المستثمري للجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة بهدف تشجيع الاستثمار في المملكة أشار عدد من الخبراء أهمية هذا القرار لما له من نتائج فعالة وإيجابية في نمو وتطوير الاقتصاد المحلي رغم الإنعكاس الإيجابي للقرار الحكومي بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا والذي من شأنه التشجيع على الاستثمار في المملكة ما زالت الآراء ما بين معارض للقرار أو مؤيد له تشعل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تخوف بعض المعارضين من تنفيذ خطة القرن من خلال هذا القرار الحكومي المفاجئ عدد من الخبراء أشاروا للنتائج الفعالة والإيجابية لهذا القرار بعيدا عن أي تحيز في الرأي لما يحمله في جعبته من الفوائد لإنعاش الاقتصاد الأردني خاصة لما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية متتالية نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة هذا القرار لم يأتي من فراغ حسب ما أوضح الخبراء فهو أسلوب متبع في كبرى الاقتصادية العالمية لجذب الاستثمارات والعمل على توطين رأس المال وأكبر مثال على ذلك النهج التركي والكندي في تشجيع الاستثمار في بلادهم من خلال منح العديد من الامتيازات بالمستثمر ومن ضمنها منح الجنسية أو الإقامة الدائمة بحسب الشروط المطلوبة فقدان ثقة رشل الشارع العادي بالقرارات الحكومية على مدى السنوات السابقة خلقت حالة من التخوف من أي قرار يتم اتخاذه من قبل الحكومة الحالية أو سابقاتها وهذا ما يفسر بحسب المراقبين ارتفاع العديد من الأصوات الرافضة للقرار الأخير المتعلق بالاستثمار